طيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسلم نحمد الله تعالى أن يسر لنا المواصلة في هذا اللقاء المبارك في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري ونسأل الله تعالى إذ جمعنا بأقواله وأنفاسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسأل الله أن يجمعنا بنفسه وأن يرزقنا شفاعته وأن يسكينا من حوضه شربة هنية لا نضمه بعدها أبدا وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث المئة والثلاثين وقد كنا قرأناه في الدرس الماضي وذكرنا شيء من معانيه لكن ضاق الوقت عنه فنعيد قراءته ثم نقف إن شاء الله على شيء من الأحكام المتعلقة به الحديث عن عبيد بن جريج رضي الله تعالى عنه رحمه الله أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين يعني الأركان المحيطة بالكعبة ورأيتك تلبس النعالة السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلالة ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية وقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين وأما النعالة السبتية وأما النعالة السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال والمقصود بالإهلال بالحج وأما الإهلال يعني نية الدخول في الحج وسيأتي بيانه إن شاء الله وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته عند مسجد ذي الحليفة يهل حتى تستوي به ناقته قائمة هذا الحديث فيه عدد من المعاني والأحكام بعضها يتعلق بالباب وهما يتعلق بالوضوء وما يشبهه وبعضها يتعلق بالحج سيأتي تفصيله في موضعه أما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن فهو معروف ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم زمانا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم هو دون الخامسة والعشرين لكنه روى عدداً كبيراً من الأحاديث وعبد الله بن عمر هو الذي قال عرثت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني أو قال يوم أحد قال ثم عرضت عليه في السنة التي بعدها يعني ليجيزه في المشاركة في الجهات قال فكنت قد بلغت الخامسة عشر فأجازني فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي بعد الخندق إن كانت في الخندق أو في أحد فأحد في السنة الثالثة والخندق في السنة الرابعة توفي بعد ذلك بست سنين تقريبا ست سنين وأشهر فيكون لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عبد الله بن عمر خمسة وعشرين أو أقل منها ربما في العشرين والواحد وعشرين ونحو ذلك فسأله عبيد بن جريج قال يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع رأيتك إما رأيتك بالإبصار يعني أنا أراقبك وأرى أفعالك وبالتالي لاحظت هذه أو رأيتك يعني علمت عنك حدثت عنك وذلك أن هذه الأمور تقتضي أن يكون هذا الرجل مصاحبا لابن عمر حتى في الحج فيراه كيف يطوف وماذا يستلم وكيف يهل ونحو ذلك فإما أنه رأى ابن عمر عيانا وإما أن يكون حدث أن ابن عمر يفعل كذا وكذا فهذا معنى قوله رأيتك إما رأيتك إبصارا أو حدثت عنك أنك تفعل قال رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها يعني لم أرى أحدا من أصحابك يصنع هذه الأربع مجتمعة مع بعض يعني ربما رأيت مثلا عبد الله بن عمر بن العاص يصنع أنه يصبغ بالصفرة لكن لا يهل بالحج كما تهل ورأيت فلانا مثلا رأيت أبا هريرة يهل بالحج كما تهل لكنه لا يصبغ بالصفرة فأنت هذه الأربع اجتمعت فيك بينما فلان يفعل منها ثنتين وفلان يفعل منها ثلاثا أنت اجتمعت فيك هذه الأربع فأنا جيت أسألك عنها هذا معنى الكلام قال رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قاله ما هي ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين الأركان هي الأركان الزوايا الأربع التي للكعبة ومنها الركنان الشاميان والركنان اليمانيان هذه جهة الشام وهذه جهة اليمن والركنان اليمانيان تطلق على الركن اليماني المعروف اليوم وتطلق أيضا على الحجر الأسود فإن الحجر الأسود والركن اليماني كلاها تسمى بالركنين اليمانيين لأنها في جهة اليمن والأخرى في جهة الشام شمالا والأركان الأربعة التي للكعبة الأصلية منها التي هي على قواعد إبراهيم هي الركنان اليمانيين اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني أما الركنين الآخرين اللي موجودة اليوم التي لا نستلمها لا نقبلها ولا نمسح عليها فإنها الأركان التي بنتها قريش إبراهيم عليه السلام لما بن الكعبة رفع القواعد التي وضعتها الملائكة أول من بن الكعبة الملائكة ثم بعد ذلك تهدمت بفعل مرور الزمان والرياح وعوامل التعرية فبناها آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ثم تهدمت فبناها بعض أبناء آدم ثم بنيت مراراً حتى كانت قريش هي التي بنتها فقريش لما بنت الكعبة كما تعلمون جاءت إلى الكعبة وإذا الكعبة حجمها كبير أطول مما هي اليوم اليوم هي مربعة تقريباً في زمنهم في زمن قريش قبل أن يهدموها كانت مستطيلة كان الحجر المعروف اليوم داخلاً في الكعبة فبنت قريش الكعبة الكعبة بدأت تتهدم أحجارها يمين ويسار فقالت قريش بعضها لبعض يعني نحن إن تركناها انتهت الكعبة انتهت من يمينها ويسارها فعلاً بعض الأحجار انهدمت فتعالوا نهدم الكعبة ونبنيها من جديد فبقيت قريش زمناً طويلاً تتردد في هذا لأنهم خافوا أن يهدموا الكعبة فيصيبهم ما أصاب أبرها لما جاء ليهدمها فأرسل الله تعالى عليهم طيراً أبابين هذا لما نوى أن يهدمها فكيف بكم يا قريش وأنتم تضربونها بفؤوسكم تهدمونها فخافوا فأقبل عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه للسماء وقال يا ربي ما نريد إلا الخير هذا بيتك نحن نعظمه لكن ما نريد إلا الخير وهو يتهدم ثم قال لهم أنا سأبدأ أضرب بالفأس أهدم فإن أصابني شيء فكفوا إن أصابني مثلاً يعني عقوبة معينة كما أصاب قوم أبرها الطير الأبابين التي رمت عليهم الحجارة إن أصابني شيء صاعقة أو وقع علي حجارة أو أصابني شيء واضح أنه عقوبة ودليل أن الله تعالى لا يرضى بما نفعل فكفوا أن تتوقفوا أموت لوحدي لا تفعلوا شيئاً بعد وإن لم يصبني شيء فأكمله فجاء وضرب حجراً وحجرين وثلاثة ولم يصبه شيء فأقبلت قريش وأكملت فهدمتها وبقيت القواعد التي بنى عليها إبراهيم قواعد الزوايا الأربع ولذلك قال الله تعالى عن إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت دليل أن القواعد موجودة من قبل إبراهيم لأن الله لما أمر إبراهيم أن يبني البيت البيت أصلاً كان موجوداً لكنه مهدّم ولذلك إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته هاجر وولده إسماعيل قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عنده إيش؟ بيتك المحرّم طيب ما فيه بيت إلى الآن ولذلك حتى هاجر تمشي في وادي لو كان فيه بناء لطمأنت قليلاً تقول على أقل مدى فيه بناء معناه فيه ناس فيه أحد لكن إبراهيم كان يعرف أن هذا الموضع فيه بيت الله المحرّم لكن ما يدري وين الموضع بالضبط لكن يدري أن الموضع في هذا الوادي إذن مكة كانت بقعة معظمة منذ أن خلق الله تعالى الأرض وهي معظمة ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام في دعائه عند بيتك المحرّم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى آخر الآيات فلما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة جاء إبراهيم وأراه جبريل موضعها أراه جبريل موضعها في اليوم الثامن الذي سمي بيوم التروية قيل سمي يوم التروية لأن قريش كانوا إذا أرادوا والناس بعد قريش أيضاً كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا من مكة إلى ميناء ميناء أيها الإخوة ما كانت في عصرهم كما هي اليوم داخلة في مكة اليوم ميناء يعتبر حي من أحياء مكة بل مباني مكة تعدت ميناء أيضاً لكن في عصرهم كانت مكة هي هذا الموضع الصغير الذي حول الحرم بينما عرفه ميناء كانت تعتبر صحراء يخرجون إليها فكانوا إذا أرادوا أن يخرجوا في اليوم الثامن إلى ميناء للحج كانوا يروون من الماء يعبئون قربهم ماءً ويخرجون لأنهم سيجلسون في ميناء يوماً ثم يخرجون إلى عرفة يوم أم بيتم الزلفة ويرجعون ثلاثة أيام في ميناء فيروون ماء يأخذون معهم الماء فسمي بيوم التروية وقيل سمي يوم التروية لأن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم موضع البيت في هذا اليوم فكأنه يوم التروية أو يوم الرؤية فنزل جبريل وأرى إبراهيم عليه السلام قال هنا البيت الحرام وهذا موضعه فجاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك بزمن وبنى البيت مع ولده إسماعيل لما صار غلاماً يافعاً فقال الله تعالى وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إلى آخر فإبراهيم عليه السلام بنى الكعبة بشكل أكبر مما هي موجودة اليوم فلما هدمتها قريش لتصلحها قصرت بهم النفق هم الآن يشترون حجارة الحجارة التي تبنى بها الكعبة تشترى بالمال لأنها مقصوصة من الجبال ومنحوتة ومصنوعة على شكل حجر ويباع يعني ما أخذوها من حجارة هكذا إكسر من الجبل وضع لا هذه اللبنات التي تبنى بها الكعبة الأحجار هذه لها قيمة لها ثمن والشغل الذي يبذل فيها اللي يشتغل يأخذ ثمن يأخذ فلوس على شغله وعلى نحته للحجر فهم اشتروا حجارة الحجارة التي اشترواها ما كفت ولم تفي ببناء الكعبة كما كانت فاختلفت قريش بنوا نصف الكعبة أو الثلثين وبقي الثلث قالوا يا جماعة طيب الآن ما عندنا فلوس نكمل الباقي لأنهم تعاهدوا وتعاقدوا ألا يدخل فيها مال حرام فيأتي مثلاً عبد المطلب ويدفع ويأتي وميّة بالخلف ويدفع ويأتي فلان ويدفع بعدين يقولوا له طيب ادفع زيادة يقول ما أقدر الفلوس الزايدة اللي عندي هذه ثمن خمر بعته أو هذا قمار صنعته أو ثمن أصنام بعتها أو كذا فكان عندهم أحكام تتعلق بالحلال والحرام من بقايا دين إبراهيم عليه السلام ولذلك عندهم تعظيم الكعبة وكيفية الطواف والسعي وغيره لكن حصل فيها تغيير لكن عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام لكن غيروا وبدلوا ولذلك كانوا يقولون وهم يطوفون حول البيت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك يعنون اللات والعزة وغيرها التي يقصدون أنها آلهة لكنها داخل تحت تحت يعني ربوبية الله سبحانه وتعالى أنها أقل من الله لكنها آلهة معه هكذا كانوا يعتقدون كما يعتقد اليوم بعض النصارى النصارى اليوم كما تعلمون أنواع بروتستانت والكاثريك والأرثوذيكس وهؤلاء يختلفون في ترتيب الآلهة الثلاثة يعني هم يعبدون ثلاثة يقولون الله ثالث ثلاثة الله وعيسى وروح القدس فيختلفون في ترتيبها فعند بعضهم أن الآلهة الثلاثة متساوية عند بعضهم لا الله وعيسى في درجة وروح القدس في الدرجة الأسفل وعند بعضهم الفرقة الثالثة أن الله عيسى روح القدس اللي هو جبريل فاختلفوا لذلك وبالمناسبة بعضهم يكفروا بعضاً البروتستانت والكاثوليك والأرثوذيكس بعضهم يكفروا بعضاً وفي السابق كان بينهم حروب ودماء ونحو ذلك فالشاهد أن قريش كانت تعتقد أن الله هو الرب الأعظم لكن هذه آلهة تعتقد أنها آلهة تقربهم إلى الله زلفة فبنت قريش الكعبة وجعلت بدأت من عند الحجر الأسود وتمشي شمالاً حتى أكملت الثلاثين ووقفت قالوا ما عندنا فلوس نكمل طيب كيف يبقى البيت هكذا بدون جدار بدون جدار رابع قالوا الحجر اللي عندنا يكفي لجدار رابع لكن ما يكفي أن نكمل الجدران الباقية طيب ماذا نصنع فبنوا الجدار الرابع هذا واتفقوا على أن يجعلوا الحجر الذي سمي بعد ذلك طبعاً الحجر هو المنع تقول مثلاً أنا حجرت الماء يعني منعت الماء من أن ينطلق فالحجر هو المنع يعني يمنعون الناس من الطواف في هذا الموضع سمي بعد ذلك بحجر إسماعيل لما ذكر بعضهم بأن إسماعيل عليه السلام دفن فيه وهذا غير صحيح وقد سألت شيخ الله رحمه الله الشيخ ابن باز عن هذه المسألة بالذات هل تسمية الحجر بحجر إسماعيل صحيحة فقال لي لا فقلت يا شيخ إيش سبب التسمية أصلاً فقال لي أنهم زعموا أن إسماعيل دفن فيه وهذا غير صحيح فهو الحجر لأنه أخرج من الكعبة وحجرته قريش لا يطوف فيه الناس اللي بيطوف يطوف ورائه ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنه يا رسول الله أريد أني أصلي داخل الكعبة قال أصلي في الحجر فإنه من الكعبة وأعطاه القصة وكذلك الطواف من داخله لا يصح لازم تطوف من ورائه والذي يطوف من داخله كأنما طافه من داخل الكعبة فالمقصود أن الركنين اليماني والحجر الأسود هي ركنان أصليان الركنين الآخرين غير موجودين غير موجودة وعبد الله بن عمر كان يستلم فقط الأصليين الركن اليماني والحجر الأسود الركنين الآخرين لأنها غير موجودة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلمها كان بعض الصحابة يستلمها أبو هريرة مثلاً وعدد وبعضهم كان يستلمها فإذا قيل لما تستلم فيقول ليس شيء من البيت مهجوراً أنا بأستلم كل الأركان فهذا الرجل يقول عبيد بن جريج يقول يا ابن عمر أنا أرى الصحابة يستلم بعضهم أربعة أركان إلا أن تستلم الركنين لماذا فشرح له عبد الله بن عمر ذلك كما سيأتي بعد قليل بيانة قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية النعال السبتية بكسر السين هي النعال المصنوعة من الجلد منسوبة إلى السبت وهو جلد البقر المدبوغ بالقرض القرض هنما يأخذون جلد البقر أو جلد الغنم يعملون به على نوعين إما أن يحلقوا الشعر لفوق ويبقى الجلد طرياً هكذا ويضعون عليه مواد ملح وبعض المواد ينقعونه فيها زمناً حتى يذهب عنه عفونة الموت لأنهم لو أخذوه ولبسوه هكذا على طول يبقى فيه رائحه وكذا فكانوا يجعلونه في ملح بعض المواد حتى يتشربها ويلين ويذهب عنه رائحة الموت رائحة العفن يعني ويستعمل فكانوا إذا أرادوا للتدفئة يجعلون فيه الشعر إذا يلبسونه مثلاً يجعلون الشعر فيه باقي وإذا أرادوه يصلعون منه القرب مثلاً أو يصلعون منه النعال أو نحو ذلك فهم يحلقونه من الشعر ليكون ألياً في اللبس وأنظر وأجمل منظراً لو تصنع القربة الماء وفيه شعر ربما إذا سكبت الماء يسقط شعر في هذا الماء أو لو خضضت اللبن في داخله ربما أيضاً إذا صببت اللبن يسقط فيه شيء من الشعر الذي على الجلد فهم يحلقونه وينظفونه تماماً فهو يقول يا بن عمر النعال السبتية هذه التي ليس عليها شعر هذه غالية غالية الثمن ولم يكن يلبسها إلا أهل الترفه من الناس يعني الأغنياء فكان الصحابة لا يلبسونها مثل اليوم مثلاً أنتم ممكن تشتري نعال بأربعين ريالاً ولو تذهب إلى بعض محلات الماركات العالمية وكذا ستجد نعالاً مثلاً بألف وخمسمية ريال فلو جئت واشتريت اللي بألف وخمسمية أو اليوم فيه أحذية تباع بخمسة ألاف وستة ألاف موجودة في السوق وربما أكثر من ذلك ويقول لك هذا جلد من النوع الفلاني ويعطيك ميزات معينة فلو رأيت اليوم أنت طالب علم أو شيخ ولابس مثلاً هالنعال بأربعة ألاف ريال أو خمسة ألاف ريال ستنتقده في داخلك لو رأيت لابس ساعة مثلاً من الغاليات اللي بمئة ألف ومئتين ألف ستنتقده تقول لا يليق أن يلبس مثلك هذا يعني لو لبست الساعات التي يلبسها الناس مقصود معرفة الوقت ليس المراءات أني أملك هذه الساعة وكذلك لو رأيت شيخاً أو طالب علم أو كذا يلبس النعال بأربعة ألاف وخمسة ألاف لو وجدت في نفسك عليه هذا الرجل يرى بن عمر يلبس نعال غالية جاء قال يا بن عمر كل أصحابك يلبسون نعال متواضعة إلا أنت لماذا تلبس النعال الغالية فقال له بن عمر أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها كما سيأتي في بيان الكلام بعد قليل فأنا ألبسها النعال السبتية جاء فيها حديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يمشي بين القبور بنعليه فقال له يا صاحب سبتيتين ألقي سبتيتيك يعني يا صاحب النعال انزعها امشي حافياً لا تلبسها بين القبور طيب هل هذا معناه أنه ما يجوز لبس النعال بين القبور كما ذكر بعضها العلم بعضهم أخذ من هذا الحديث أنك إذا بتمشي بين القبور اخلعن عليك إذا بتمشي في المقبرة عموماً البس النعال لكن بين القبور اخلعن عليك بناء على هذا الحديث وقال بعضهم لا بل لا بأس بلبس النعال بين القبور واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع قرع نعالهم فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يلبسون نعالاً إنه ليسمع قرع نعالهم ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس النعال في المقابر مع كثرة خروجه عليه الصلاة والسلام إلى القبور لدفن أصحابه أو زيارتهم أو نحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل لأنه لبس نعالاً غالية بين المقابر ولا يليق بالمتواضع المتذكر للموت أن يفعل ذلك فنهى قال النعال الغالية هذه لا تلبس بين القبور هذه دار فناء ودار رحيل كيف تفتخر بلبسها النعال وأنت بين قبور كأنه قال ذلك فنزعها الرجل فلبس النعال السبتية لا بأس به لكن بين المقابر هو اللي ما يجوز فعبد الله بن عمر أجاب الرجل بعد قليل سيأتي في الحديث قال لها النعال السبتية أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وسيأتي بعد قليل أيضاً شرح ليش لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سعرها غالي لماذا لبسها لماذا ما باعها واشترى أقل منها وتصدق بالثمن مثلاً سيأتي بيان شيء من هذا قال ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة هل المقصود هنا صبغ الثياب أم المقصود صبغ الشيب الشيب الذي في اللحية أو في الرأس طيب صبغ الشيب هل يسمى صبغ أم يسمى شيء آخر ما رأيكم هل يقال فلان يصبغ بالحناء أو يقال كذا بالحناء فيه لفظة أخرى يخضب يخضب أحسنت فصبغ الشيب يسمى خضاب في اللغة ولا يسمى صبغ وإن كان لو أطلق عليه صبغ ماشي لا يقال خطأ لكن أصح لغة عند من يصبغ الشيب أن تقول فلان يخضب بالحناء يخضب بالأسود يخضب بالبني ونحو ذلك هذا إذا قلت يخضب خلاص معروف أن تقصد الشعر أما إذا قلت كما أنك تقول اليوم مثلا اللجام اللجام معروف أن الحبل تربط به الفرس يوضع على فمها إذا قلت الخطام مقصود به الناقة ولو قلت هذا خطام الفرس صح لكنه ليس دقيقا لغة فتقول مثلا أحضر اللجام خلاص معروف أنك تضع الفرس فلو أحضر لك اللجام حق الفرس فقلت لا يا ابني ما لا ترى الناقة في يدي أنا أقصد اللجام حق الناقة يقول طيب قل خطام ولا تقول لجام هو يطلق على هذا وهذا لكن أصح لغة أنك تفصل هكذا وهكذا فالمقصود هنا عند عبد الله بن عمر اختلف الشراح هل المقصود الخضاب بالصفرة يعني أنه يصبغ لحيته بالأصفر كما يفعل بعض الناس اليوم يخضبوا بالأحمر أو فيه صفرة مثلا يكون فيه لون الزعفران أو أنه الأصل أنه يخضب أن يخضب بلون آخر لكن يصبغ بالأصفر للثياب الأظهر والله تعالى أعلم أنه يقصد الثياب لسببين السبب الأول أن نبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شيب كثير يحتاج معه إلى الخضاب توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة والصحابة قد عدوا الشعرات البيض وكان أكثرها في العنفقة العنفقة هو الشعر الملتصق بالشفه السفلة وكان أكثرها في العنفقة أكثر شيبة عليه الصلاة والسلام ولم تكن تتعدى سبع عشرة شيبة عدها الصحابة عدًا من محبتهم له صلواته ربي وسلامه عليه فلقلة الشيب ما كان عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الخضاب وأما الصبغ المقصود هنا في الحديث فهو المقصود به الثياب وكانوا يصبغون بالصفرة والورس والزعفران عندهم أشياء يصبغون بها ثيابهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما سيت في كلام عبد الله بن عمر قال وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالِ يعني الناس يُهِلُّونَ مع دُخُول ذي الحجة وَنَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَةَ يوم التَّرُوِيَةَ بَيَّنَّا أَنْ مُرَادَ به وهو أنه اليوم الثامن طبعًا من ذي الحجة سمي لأنهم كانوا يرون الماء وقيل لأن جبريل أرى إبراهيم عليه السلام مواضع البيت والحج نحو ذلك فالناس كانوا يذهبون إلى مكة مبكرين يعني اليوم ربما أكثر الناس يمشي إلى الحج يعني بل حتى الذين خارج المملكة تجد أنهم يصلون إلى مكة في اليوم الرابع واليوم الثالث ونحو ذلك قليل من يصل إلى مكة مثلاً للحج قبل ذلك بزمن طويل إلا من جاء معتمراً وبقي إلى الحج لكن الصحابة في عصرهم كان الواحد منهم يخرج إلى الحج مبكراً يخرج مثلاً من أول ذي القعدة قبل الحج بشهر ويعتمر ويبقى في مكة يتمتع اللي عمرت التمتع إلى الحج يعتمر متمتعاً بها إلى الحج ينزع عنه إحرامه ويتطيب يفعل ما يفعل الحال حتى إذا كان هلال ذي الحجة أهل بعضهم بالحج عبد الله بن عمر ما يهل بالحج في هذا الوقت ينتظر حتى يأتي اليوم الثامن ويهل فهذا يقول له يا عبد الله بن عمر أنا أرى عدداً من الصحابة يدخلون في نسك الحج من واحد ذي الحجة إذا جاء واحد للحجة قالوا لبيك اللهم محجًا أنت تنتظر تبقى بثيابك تتطيب وتأتي أهلك وتقص أظافرك وشعرك حتى يأتي اليوم الثامن وتقول لبيك اللهم محجًا لماذا لا تهل قبلها بسبوع مثل ما يفعلون وتكون محرماً هل أنت يعني أقل حرصًا على الخير والعبادة فقال له عبد الله بن عمر أجابه في الجواب الذي سيأتي معنا قال عبد الله بن عمر يجيب هذا الرجل قال أما الأركان يعني أركان البيت فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين وكما ذكرنا الأركان أربعة الركنين اليمانيين الركن اليماني والحجر الأسود ثم الركنين الشاميين والركن اليماني يستلم باليد وإذا كان عليه زحام لا تشير بيدك خلاص ليس مثل الحجر الأسود إما تقبله وإما أن تلمسه بيدك وتقبل يدك وإما أن تشير له بيدك لا هل الركن اليماني مسح إذا ما استطعت أن تمسح خلاص لا تفعل شيئا جاء عن معاوية والحسن والحسين رضي الله عنهم استلام أركان البيت كلها أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستلم على الصحيح إلا فقط الركنين الحجر الأسود والركن اليماني لأنها هي التي بقيت على البناء الأول على قواعد إبراهيم عليه السلام قال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسهما هذا واضح ويتوضأ فيها يعني ربما أدخل رجله تحت الماء والنعال موجودة لكن يحرص على أن يتخلل النعل أن يتخلل الماء ما تحت النعل حتى ما يكون بعض الرجل ما جاء هماء قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وذكرنا أن الراجحة أنه صبغ الثياب وليس الصبغ وليس الصبغ الذي هو الخضاب على اللحية وجاء توضيح ذلك عند مالك في الموطع النافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران طيب السؤال هنا النبي عليه الصلاة والسلام لبس النعال السبتية وصبغ بالزعفران لو جاء واحد وقال يا أخي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما باع هذه النعال مثلا بخمسة دراهم عشرة دراهم أو أكثر واشترى نعلم بدرهم وتصدق بالباقي لو سألك سائل وقال لك هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يكن عليه الصلاة والسلام يرد نعمة آتاه الله تعالى إياها يعني كان يوضع بين يديه الطعام الطيب مثلا اللحم ما كان يقول عليه الصلاة والسلام هذا اللحم هذا الطعام لو بعناه بعشرة دراهم واشترينا كسرة خبز بدرهم وأكلناها فالمقصود الإشباع أخلاص أنا شبعت الآن والتسعة دراهم نتصدق بها ولكان عليه الصلاة والسلام إذا أُتي بتمر طيب يقول لا أعطوني الردي وبيعوا هذا وتصدقوا بتمنه مثلا لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعلوا مثل ذلك إنما يأكل ما تيسر ويلبس ما تيسر إن جاءه الشيء الحسن لبسه واستمتع بما آتاه الله من نعمة وإن غاب عنه هذا الشيء الحسن وجاء ما هو أقل منه أخذه عليه الصلاة والسلام فتجد أنك إذا نظرت في طعام عليه الصلاة والسلام تجد أنه وضع بين يديه الشات المشوية وأكل منها ومر عليه الشهران كاملان ليس له من الطعام إلا التمر والماء الأسودان التمر والماء فالمقصود أن الذي يشدد على نفسه تجد أنه مثلا ربما تأتي وتضع له طعام حسن فيقول لك يا أخي الله يهديك أليس لو وضعت لنا مثلا خبز وفول كله يكون بعشر ريال أحسن من الله يهديك تأتي لنا بهذه المشويات وهذه الطيبة اللي كلفتك مئتين ريال لا ينبغي أن تقول ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بين يديه الطعام الحسن وأكل ولم يشدد صلى الله عليه وسلم على نفسه لأنه يعلم أن النفس تحتاج إلى هذا وهذا ولما أقبل ثلاثة شباب كما تعلمون متحمسون وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام عن طريقة حياته نحن نريد أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم حدثونا عن طريقة حياته شباب جاءوا من خارج المدينة على رواية يعني على قول بعض الشراح لأنهم جاءوا يسألون لو كانوا هم مخالطين للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه ويرونه محتاجوا يسألون عن أموره الخاصة فأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا متوقعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام الليل أبدا وأنه لا يفطر أبدا كل يوم صايم وأنه لا يأكر الطيبات يأكل بس كسر خبز وما بس حتى أبقى حي كانوا هكذا عندهم هذا التصور وأنه صلى الله عليه وسلم يعني لا يستمتع بالنساء مجرد بس زوجاته عنده هكذا للخدمة ونحو ذلك لكن لا يستمتع هكذا كانوا متصورين الدين فلما حدثوا عنه صلى الله عليه وسلم وإذا هو يصلي وينام بل الله تعالى قال له قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ويأتي أهله ويأكل اللحم ويصوم ويفطر يعني هو عليه الصلاة والسلام خير منهم لكنه صلى الله عليه وسلم يأخذ الدين كما أنزله الله تعالى ليس كما يعني نفسه تحدثه فكأنهم تقالوا العبادة قالوا كيف نبي صلى الله عليه وسلم وينام من الليل مفترض طوال الليل أنك تصلي نبي ويتمتع باللحم ونساء كيف يعني نبي ويمر عليه أيام وهو مفطر ما يكون صايم ثم ثقل عليهم في أنفسهم أن يستقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم صعب يقولون مثلا يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم مقصر صعبان يقولوا ذلك فقال بعضهم لبعض آه النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عشان كذا هو ما يصوم كل يوم وليصلي الليل كله لأنه مغفورة ذنوبه طيب إذن نحن ماذا نفعل قال أحدهم أنا أصلي الليل ولا أنام أنا مقرر بقية حياتي ما في نوم بالليل كل الصلاة إلى الفجر حتى ينقذنا الله من عذابه وقال الآخر وأنا لا آتي النساء أنا بأضل عبادة عبادة ولا أقرب النساء أبدا وقال الثالث وأنا أصوم الدهر في رواية أن أحدهم قال أيضاً ولا أكل اللحم فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فشعر عليه الصلاة والسلام بأمرين الأمر الأول نوع من الغلو في رؤية النفس وصلاحها إلى درجة أنهم يرون أنفسهم أعوذ بالله أحسن من نبيهم عليه الصلاة والسلام أنت نام يا رسول الله أنا ما أنام أنت تأكل لحم أنا ما أعوذ بالله أن يقع في القلب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه مشكلة وقعت في قلوبهم أنهم غلوا في صلاح أنفسهم وصار عندهم نوع من حديث النفس أني خير من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتكلموا والأمر الثاني شعر عليه الصلاة والسلام أن هذا خروج عن طبيعة البشر لو أرادر الله تعالى أن نكون دائماً عبادة عبادة صلاة 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 لخلقنا ملائكة يا جماعة أليس الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون أليس الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم أليس الملائكة لما وصفهم الله قال والصافات صف صافون للصلاة يعني فلو أرادنا الله تعالى أن نبقى دائماً على عبادة لصرنا ملائكة ما صرنا بشرة فرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وعظ الناس وقال ما لأقوامني يتنزهون عن أشيان أفعلوها أما إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله لا يظن واحد منكم أنه أتقى مني أو أعلم مني لا شوف كيف يعطيهم يقول أنت يلي تقوله بظلي أصلي الليل كله والله لو تصلي الليل حتى ينكسر ظهرك لن تكون خيراً من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو نام أنت يلي بتصوم الدهر لن تكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يصومه عليه صلى الله عليه وسلم لو صمت أياماً أكثر من الأيام التي صامها لن تكون أحسن منه أنا أتقاكم لله وأعلمكم بالله وأنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا التوازن هو الذي يحفظ لك العبادة ويحببك فيها ولا يجعلك تمل منها ولذلك لما ذكر الله تعالى أهل الكتاب قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما طلبنا منهم أنهم يصير راهب في صومعته يتعبت اذهبوا تزوجوا وإيش حياتك واشتغل واضحكوا لكن أقم عبادات العبادات التي أمرك الله بها ما أمرك الله تغرق على نفسك في صومعة وتظل تصلي حتى تموت ما كتبناها عليهم ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله ثم قال فما رعوها حق رعايتها ما قاموا هم لما التزموا بها ما استطاعوا يلتزمون بها لأن هذا فعل الملائكة ما هو فعلكم أنتم يا البشر وإلى اليوم ترى أن لا يزال اليوم القساوسة والرهبان وغيره الذين يلزمون أنفسهم بكثرة العبادة والبعد عن النساء يكتشف عليهم قضايا تتعلق بالاغتصاب والتحرش وسرقة الأموال وإلى آخرة وهذا كله يولا فاضل من معاملة النفس لا على أنها بشر لا على أنها ملك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعال السبتية ويريد أن يتزين بثيابه صبغها بالورس والزعفران برضو يلبس ثواب لون حلو ولبس هذه الثياب ما دام أنه لذلك لما ذكر الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة جاء في الأثر بأن كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز لو واحد عنده مليار وجاء آخر السنة وطلع خمسة وعشرين مليون قال هذه زكاتي نقول خلاص الباقي استمتع به تشتري سيارة بمليونين ثلاثة مليونين ما حد ينكر عليك أذكر أن شيخنا الله يجعل في الجنة الشيخ بن باز مرة أيضا كنا في درسه بعد الفجر وقام الشيخ بيطلع إلى السيارة فعادة يتبعه الطلاب يسألونه كذا وعادة يعني نحرص على هذه المشي إلى السيارة يحصل فيه مساء الغريبة ولطيفة فجاءه واحد ونحن نمشي قال يا شيخ فيه ناس يشترون الغنم بمئتين ألف وثلاثمائة ألف وشي الحكم وهذا فعلا في بعض أنواع الغنم تباع بهذه القيمة مئتين ألف ثلاثمائة ألف لا يعرف ما اسمها ما فصيلتها لكنها موجودة اليوم ولها صور ولها حراج في الإنترنت وعليها مزايد فقال الشيخ لا بأس لا بأس قال يا شيخ يشتري عنزم بمئتين ألف هذا اللي يسأل ربما لو تريده أن يشتري شيئا بعشرة ريالات وفيه شيء بريالين وإن قل عنه في الميزات قال عطنا بريالين ووفر فيه واحد ثاني لا يا أخي أنا مدام أديت زكاتي وقمت بما أوجب الله علي وزاد عندي مال وأعجبني كذا خلني أشتري قال الشيخ ما في بأس قال يا شيخ أليس إصرافا قال الشيخ هذا ماله يفعل به ما يشاء مدام ما حط في خمر ولا حط في شيء من المحاق يفعل به ما يشاء مثل اللي مثلا ممكن يشتري سيارة بأربعين ألف وتوصلك المكان اللي تريد أو يشتري سيارة بمليون وبرضو توصلك المكان اللي يريد وكلهم وقفون عند الإشارة ما نقول أنت اللي شريت سيارة بمليون أنت آثم وحرام عليك لأنه يملك من المال ما يجعل هذه السيارة بالنسبة إليه مالها قليل مدام أدى زكاته وقام بحقوقه ولا أكل أموال الناس وش الحرج عبد الله بن عمر سافر كما في صحيح مسلم وكان يركب على ناقة ومعه حمار يتروح عليه يتروح عليه يعني إذا تعب من ركوب الناقة نزل وركب هذا الحمار أريح له يعني يعني مشيه كذا أريح من الناقة لو جاء واحد وقال ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم راوه الحديث وعنده دابتين ليش ما تصدق بإحدى الدابتين على فقير يعني تبغى ترتاح في الطريق شد على نفسك واحتسب الأجر ما دام الله تعالى وسه عليه ليش ما يوسه على نفسه وجاء عن بعض السلف أنه كان عنده خمسة من الخدم وعشرة من الخدم ونحو ذلك صحيح أنهم كانوا أرقى مماليك فكانوا يعتبرون مالا يبيعه وكذا لكن برضو كانوا يخدمونه عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لها من كل تسع نيال إلا ليلة ومع ذلك وما عندها عيال ولا في ضيوف كثير في البيت ومع ذلك عندها خادمة اسمها ما اسم خادمتها بريرة حتى اعتقت بعد ذلك صحيح أنه قال بعضهم لم تكن هي خادمة على شكل خادمة إنما كانت مالا يعني هي كانت يعني مال كانت جارية تشترى وكذا وأسماء زوجة الزبير بن العوام تقول كنت أروي الماء من البئر وأجمع للزبير أجمع النوى من الطريق عشان أطعمه للفرس حق الزبير وتقول فخرجت مرة من البئر وأنا أحمل القربة اسمها بنت أبي بكر خدمة لزوجها وبيتها ما عندها خادمة تقول فمشى النبي صلى الله عليه وسلم مرى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فرآني فرحمها وأراد صلى الله عليه وسلم أنه يجعلها تركب يعني تركبين الناقة توصلك الناقة تقول فخجلت وأسرعت إلى بيتي تقول فأعطاني وهبني أبي جارية فكأنما أعتقني كأني كنت أمه مملوكة وأعتقني لله لو قال قائل اليوم طيب أبو بكر الله يهديه ليش يهب هالجارية لابنته ليش ما أعتقها أليس أجر العتق عظيم يعطيها بنته ابقي جارية مملوكة وتخدمين في بيت آخر ليش ما أعتقها لله نقول صلته للرحم ونحو ذلك هذه أعظم من العتق وفي صائح البخاري لما قالت أم سلمة يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدتي يا رسول الله أنا عندي جارية وأعتقتها فما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وجزاك الله خير والعتق حسن قال أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك أخوالك ناس محتاجين أحد يخدمهم تعتقينها كان أعطتها أخوالك تخدمهم فالمقصود أن يا جماعة الأمر كما قال الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ما قال ولا تتمتعوا ولا تسرفوا لا تصل إلى مرحلة الإسراف مدام الواحد ما وصل إلى مرحلة الإسراف وهو عنده وهبه الله تعالى مانا والله يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق طبيعي هذا يركب درجة أولى وهذا يركب سياحي هذا يركب سيارة بأربعمائة ألف وهذا يركب سيارة بعشرين ألف هكذا خلق الله الناس وربما هذا اليوم يكون فقيرا وغدا يصبح غنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لبس النعالة السبتية وهي سعرها غالي ومع ذلك لم يقل عليه الصلاة والسلام لا بل سأدعو هذه وألبس ما هو أرخص عال في السوق ألبسها لا وصبغ ثيابه بالورس والصفار وابن عمر فعل ذلك اقتداءا به عليه الصلاة والسلام ولم يقل أحد ليش يا رسول الله تمتع نفسك المفروض أنك تلبس كذا وكذا وكان له صلى الله عليه وسلم حلة جميلة يلبسها في العيدين وفي يوم الجمعة وفي استقبال الوفود وكان يحب الطيب ونحو ذلك أقصد أن الموازنة هي جماعة ما بين الاستمتاع بالحياة مع الضوابط الشرعية هذا مهم جدا أن ينتبه إليه المرض قالوا أما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته عند مسجد ذي الحليفة يهل حتى تستوي به ناقته قائمة هذا سيأتي معنى تفصيله إن شاء الله تعالى متى يكون الإهلال وأحكام الحديث الذي بعده الحديث المئة والواحد والثلاثون عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ونحن نغسلها فقال اغسلنها وترا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذنناه صلى الله عليه وسلم فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك تعني إزاره ونقضنا رأسها ثم غسلناه ومشطناه وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها أم عطية رضي الله تعالى عنها هي من الصحابيات وأم عطية في الصحابيات عدد منهن أم عطية التي كانت تختن تختن المولودات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهك إلى آخر ومنها أم عطية هنا التي كانت تغسل المتوفات تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ابنته أم كلثوم وهي زوج عثمان رضي الله تعالى عنه وعنها ماتت في السنة التاسعة وكل بنات وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم توفوا قبله إلا فاطمة رضي الله عنها توفيت بعده بستة أشهر فرقية وزينب وأم كلثوم كلهن توفوا في حياته عليه الصلاة والسلام زينب توفيت في السنة الثامنة رقية توفيت في بدر لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى بدر هي توفيت وأم كلثوم توفيت في السنة التاسعة قبل وفاة عليه الصلاة والسلام بسنة ونصف تقريبا أم كلثوم هي زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه كما أن رقية زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه وتوفيتا معا وهما في ذمة عثمان رقية ماتت فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم فتوفيت أم كلثوم وقال عليه الصلاة والسلام لو كان لنا بنت ثالثة لزوجناه إياها أيضا عثمان رضي الله عنه توفيت أم كلثوم غسلتها أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر وصفية بنت عبد المطلب وشهدت أم عطية غسلها قيل إنها ما شاركت في التغسيل لكن شهدت الغسل كانت موجودة وفي مسلم أن المغسلة هي زينب وأنها ماتت في سنة الثامن هي جمع بينهما أن أم عطية غسلت زينب لكنها كانت حاضرة في تغسيل أم كلثم فهي إن صح التعبير كانت متخصصة في التغسيل تغسيل الموتى فإما أن تكون تغسل أو تكون شاهدة حاضرة توجه تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ونحن نغسلها وغسل الميت كما تعلمون هو إكرام له ليس لإزالة خبث أو نجاسة الخبث المقصود هو الشيء المستقدر تقول مثلا الغائط خبث البول خبث يعني شيء مستقدر ولذلك ابن تيمي رحمه الله لما تكلم عن إزالة المني من الثياب قال هل هو من إزالة النجاسة أم إزالة الخبث لأنك إن قلت من إزالة النجاسة معناه أنك يجب أن تغسله غسلا من ثوبك أو من سراويلك كما تغسل البول ألا يبقى لها أدنى أثر لأنه نجاسة كيف تبقيها وإن قلت إنه من باب إزالة الخبث إزالة شيء مستقدر كما تزيل مثلا لو واحد مصاب بكحة أو مخاط ووقع المخاط على ثوبه فأراد أن يصلي هل نقول ما يجوز تصلي والمخاط على ثوبك نقول لا أزل المخاط ليس من باب إزالة نجاسة فإنه ليس نجسا لو صليت كذا ما عليك بأس لكن أزله من باب إزالة الخبث إزالة شيء مستقدر فكذلك المني هو يزال الذي هو أصل خلقة الإنسان خلق من ما أندافق يزال من باب إزالة الشيء المستقدر الخبث وليس من باب إزالة النجاسة لأنه ليس نجس العين فالميت إذا غسلنا هل نحن نغسل لأن في نجاسات أو في خبث نزيله لو كان المقصود تنظيف جسم الميت من الأوساخ لكان الميت الذي يموت غريقا ما نغسله يمكن واحد يسقط في بئر أو في بحر ويموت غريقا ويلبث في البحر يمكن ثلاث أيام أربعة أيام ثم نجده ونخرجه فهنا هل نغسله ما هو أنظف من كل شيء ما شاء الله صار لهم نقع في ماء وملح ثلاثة أيام إيش أنظف من هذا الجسم ومع ذلك ناتي ونغسله لأن تغسيل الميت المقصود به الإكرام ليس المقصود به يعني إزالة الخبث أو النجاسة عنه وبالمناسبة لا يجب الغسل من تغسيل الميت حديث من غسل ميتاً فليغتسل هذا حديث غير صحيح لا يجب الغسل من تغسيل الميت إنما يستحب ذلك جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر وجاء عن أبي قلابة وغيرهم أنهم كانوا إذا غسلوا الميت اغتسلوا لكن وقيل لأجل أن ينشط نفسه للصلاة نحوه لكن لا يجب على من غسل ميتاً أن يغتسل ولا يجب على من حمل الميت أن يتوضى فحمل الميت لا ينقض الوضوء وغسل الميت أيضاً لا يجب الغسل بعده قال عليه الصلاة والسلام لهن وهو يذكر الآن صفة الغسل الغسل للميت والذي يذكره عليه الصلاة والسلام هنا هو السنة وإلا فالواجب لو عمّم جسد الميت خلاص جاز يعني مثلاً لو عندك ميت وجئت بي يعني أنبوب الماء ورشيته عليه كل هكذا ومن الخلف الأمام ولفيته في الكفن وصلوا عليه جاز جاز لكن لو قلت لا أنا أريد غسله على السنة هنا يأتي السنة مثل لو واحد عليه جنابه ودخل تحت دش الماء وغسل من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين وتمضمضوا السنشق وطلع قال أنا بصلي نقول يجوز تصلي لكن السنة في غسل الجنابة أن تأتي إلى الماء فتغسل الفرج وما حوله ثم تغسل يديك من الأذى ثم تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل الميامن ثم تغسل المياسر ثم تفيد الماء على رأسك هذا السنة في الجنابة لو قال يا أخي هذه شغلة طويلة أتوضأ بعدين ميامن وأعطوني إيش أسرع شيء نقول أسرع شيء تدخل تحت الماء يصب عليك الماء ثم تنشق وتطلع خلاص أنت الآن طهرت من جنابتك وحلت لك الصلاة لكن أجرك أعظم لو عملت الطريقة اللي قلنا لك كذلك هنا في الميت الميت لو قال لنا المغسل أنا عندي موتى كثير يا جماعة ولازم أغسلهم بسرعة ما أستطيع آتي وأبدأ بالميامن والمياسر هذه يأخذ مني وقتا معطوني شيئا سريعا نقول أبد عبئ الأبريق ماءا أو خذ اللي الأنبوب وغسل هكذا كله وبعدين حطه في الكفن وأصلوا عليه هذا أجزاءه لكن هنا النبي عليه الصلاة يبين إيش السنة في التغسيل قال أغسلنها ويترا الوتر هو العدد الفردي يعني واحد ثلاثة خمسة ونحوه والنبي عليه الصلاة يقول إن الله ويتر يحب الوتر فاستحبوا الوتر عموما حتى في شرب الماء استحبا يشربه ثلاثا في الطواف في السعي كل هذه أعداد وترية قال أغسلنها ويترا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك يعني إذا رأيتوا أنكم تحتاجون إلى غسيل أكثر غسلوها متى تحتاج إلى غسل الميت أكثر قالوا الميت عادة في غسله إذا وضع على خشبة التغسيل أول شيء يفعل بهذا الميت تلين مفاصله ثم يضغط على بطنه ضغطا يسيرا حتى إذا كان في البطن غائط مجتمع في الأمعاء الغليظة بيخرج يخرج من الآن يخرج من الآن لأنك إذا لم تفعل ذلك ربما غسلت وكف طيبت وحطيت الكافور والمسك وكذا بعدين لفيت الميت فلما حملتوه وتحرك تسرب الغائط اللي موجود لأن ما في عضلات تمسكه فلذلك استحبوا من البداية أنه يضغط البطن شيئا يسيرا حتى إن كان فيه شيء في المخرج يطلع الغائط في الغائط طبعا اللي في المعدة لن يخرج يخرج غالبا اللي مهيئ للخروج فإذا ضغطوا إذا أثناء التغسيل طلع من الميت غائط احتاجوا أن يغسلوه مرة ثانية يعيدوا الغسل فإن خرج غائط أعادوه مرة ثالثة ولذلك قالوا إذا استطلق أفرض الميت أصلا عندها أمراض باطنية وكذا واستطلق الغائط شغال ما وقف قالوا يسد بقطن وإن كان فيه جرح واسلوه مرارا ولا وقف يوضع عليه قطن أو نحو ذلك يمنع انطلاقه حتى ما يوسخ الكفن هذا يحصل في الحوادث ونحو ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلناها ثلاث مرات إذا ما كفت ثلاث مرات حسيتوا أنكم تحتاجون أكثر اغسلوها خمس شعرتوا أنكم تحتاجون أكثر اغسلوها سبع ما كفت اغسلوها أكثر لكن لا تغسلوها ثمان اغسلوها تسع ما كفت التسع لا تغسلوها عشر اغسلوها حداش لأنه قال غسلنها ويترا يعني عدد ويتري وكره كثير من أهل العلم أن يزيد على السبع غسلات قالوا لأن في هذا إصرافا في الماء وجسم الميت يسترخي مع كثرة الماء يبدل جلد نفسه ربما يتقطع مع كثرة الماء يسترخي فاستحبوا أن لا يكثر الغسل لأنه لا حاجة إلي قال إن رأيتن ذلك بماء وسدر الماء معروف والسدر هو ورق السدر كانوا يطحنونه أو يدقونه ويجعلونه مع الماء فيعطي الماء رغوة مثل الصابون كانوا يغسلون به رؤوسهم وله رائحة حسنة وأجسادهم نوع من الصابون يعني كانوا يستعملونه قالوا وبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها السحباب البدء باليمين مستحب وكذلك في سائر الطهارات في الوضوء في الغسل في غسل الميت كل هذا يستحب البداية باليمين إذن إذا أردت أنك تغسل الميت أول شيء تفعل لهذا الميت أنك كما ذكرنا تعصر البطن وتنظف المخرج وتنظف المخرج طبعا ليس بيدك تلف على يدك اليسرى خرقة وتضعها عند مخرجة تنظف المخرج ومن غير ما ترى لأنه يستر ما بين السره إلى الركبة الميت فإذا نظفتها المخرج تنزع الخرقة ونحتجت خرقة ثانية تضعها أيضا ثم بعد ذلك تبدأ بتوضأه تغسل يديه تغسل أنفه طبعا لا تدخل الماء إلى فمه لأنك إذا دخلت إلى فمه ما تقدر تطلعه ولا تدخل الماء إلى أنفه لأنك إذا دخلت إلى أنفه ما تستطيع تخرجه إنما يغسل هكذا الفم أصلا الغالب المغسل يكون لها بسقفازات أيضا يغسل الفم بخرقة أو نحوها ويغسل الأنف بمثل ذلك دون أن يدخل الماء إلى داخله هذا في تغسيله أن يبدأ أول شيء بالوضوء ثم بعد ذلك الجزء الأيمن ثم الجزء الأيسى قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور الكافور هو نوع من الطيب أبيض إذا وضع يصلب الجسم يجعل الجسم يتماسك يجف ويتماسك ويبعد الهوام رائحته تطرد الهوام وتكرم الملائكة قال عليه الصلاة والسلام هنا واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن أو فرغتن فآذنني يعني أخبرنني تقول فلما فرغنا يعني انتهينا من غسلها آذناه قلنا يا رسول الله احنا خلصنا من الغسيل فأعطانا حقوه حقو وحقو بفتح الألحاء وكسرها هو الإزار طبعا الحقو هو الخصر أصلا هو الخصر يسمى حقو ذلك في الحديث لما ذكر عليه الصلاة والسلام أحوال الناس في الآخرة قال منهم من يبلغ العرق وإلى كعبيه ومنهم إلى ركبته ومنهم إلى حقويه يعني العظمين اليمين ويسار عند الخصر فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم إزاره يعني وقال أشعرنها إياه أشعرنها إياه الشعار هو اللباس الملاصق للجسم والدثار هو اللباس الذي فوق ذلك ولذلك في الحديث أن من يبيت طاهرا يبيت معه في شعاره ملك كل من قلب قال اللهم اغفر له واللهم ارحمه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهن يعني أنتن عندكن كفا سوف تلفنه عليها قبل ما تلفونها بالكفا أول شيء يلامس جسمها ثوب أبيها إزاره عليه الصلاة والسلام فأعطاه أعطاه عليه الصلاة والسلام قال أشعرنها إياه يعني اجعلوا هذه القطعة من القماش التي أعضيتكم إياها هي أول شيء تلفون على جسدها ثم لفوا بقية الكفا كما تريدون هذا معنى أشعرنها إياه وفيه التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام في حياته كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك قال ولم يزد على ذلك يعني ما أعطانا أكثر من الإزار إزاره عليه الصلاة والسلام ومعروف أن أن المرأة يجوز أن تكفن بثوب الرجل ويجوز للرجل أن يكفن بثوب المرأة يعني الإزار هو ثوب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومعروف أن الإزار يلبسه الرجال ما تلبسه النساء ومع ذلك كفنت به امرأة أم كلثوم رضي الله عنه فيجوز أن المرأة تلف بخرقة خاصة بالرجال هي ميتة تلف بها ويجوز للرجل لو كان امرأة فرضا عندها خرقة ولف بها ميت للحاجة مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الإزار لمزيه وهو بركته عليه الصلاة والسلام لكن لما تأتي امرأة وتقول لف ولدي بثوبي نقول ما نحتاج ثوبك نحن عندنا كفن ثوبك ليس فيه مزيه لاستعماله الآن عندنا كفن ما عندنا قلة أكفان وليس أنت كرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بلبسك فلكن يجوز شرعا أن يستعمل هذا لهذا وهذا لهذا لباس الرجل يلف به المرأة يعني كفن الرجل يستعمل للمرأة ولذلك حتى في المغاصل في الغالب الأكفان واحدة للرجال والنساء لكن يختلف في طريقة اللف فالمرأة يجعل الكفن على ثلاثة أو الرجل ثلاثة يلف بكفن ثم الثاني ثم الثالث فوقه قالوا المرأة يجعل على خمسة أو أربعة قالوا في درع وفي خمار وفي لفافتين يجعل عليها كمثل الإزار ويجعل عليها بعدها القطعة عند صدرها ثم يجعل يلف على الرأس ثم يجعل هناك رفافتان فوقها فتكون خمسة أثواب ولو لفت المرأة كالرجل جاز لكن هذا السنة أن المرأة تلبس هكذا لكن لو لفت المرأة كفنت كما يكفن الرجل بثلاثة أثواب مباشرة جاز ذلك قالت ونقضنا رأسها الشعر كان جديلة أو جديلتان أو أكثر فجاءوا ونقضوا فكوه وغسلوه حتى يكون أبلغ في التنظيف يعني الشعر إذا كان مجدولا يصبح الماء يغسل اللي فوق فقط ولذلك المرأة إذا كانت تغتسل من جنابة وكان في السابق النساء شعورهم طوال فكانت الوحدة جدة للشعر فلا يجب عليها أنها تنقض الشعر لغسل الجنابة إنما فقط تعمم تشبع الرأس بالماء تشبع الرأس بالماء تصب الرأس على مائها تصب الماء على رأسها حتى تشبعه والجدائل تمسح بالماء يعني يأتيها الماء لكن في غسل الحيض يجب على المرأة أنها تفك الجدائل تنقضها فهنا نقضنا شعرها ومشطناه ثم جدلناه مرة أخرى وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وألقينها خلفها طبعا جدل شعر الرأس بعدما ينتهي تجديل شعر الرأس بعدما انتهوا منها هذا أفضل في يعني عدم ترك الشعر يسترسل على يعني مع التكفين وكذا إذا الشعر مسترسل غير مجدل يبدأ ربما يعني يأتي على وجهها ويأتي عند كتفيها فلما يجدل يكون أكثر ترتيبا لها يجوز أن يغسل المرأة زوجها وقد أوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي ففعل بحضرة الصحابة رضي الله تعالى يعني الصحابة كانوا يعلمون أنه غسلها فكان إجماعا يعني كلهم علموا أن علي هو اللي قاعد يغسل زوجة رضي الله عنها فما أنكروا عليه فكان إجماعا أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها فإن أسباب بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله تعالى عنه لكن الأصل أن لا يغسل المرأة إلا النساء ويغسل الرجل الرجال لكن لو أرادت المرأة أنها تغسل أو أراد رجل أن يغسل زوجته وهناك نساء يساعدنه جاز ذلك إذا كنا محرم له يعني أفرض مثلاً أراد يغسل زوجته ومعه أخواته وأمه أو أمها أو بنته وبنتها يعني هذا جاز ما في بأس أما أن يختلط بنساء أجنبيات عنه والمرأة أثناء تغسيلها للميتة ستضطر إلى كشف يديها وذراعيها وتقليب الميتة والغسل والماء ربما أتى عليها فالأصل أنه يذكر محارمة إذا هو يعني قرر أنه يغسل زوجته فنقول إذن تغسل معك مثلاً أختك أو كذا أما إذا كان المغسلات لسنا محارم فلا يغسلها هو يغسلها النساء الاغتسال بعد غسل الميت تكلمنا عنه قبل قليل هو جاء في حديث ضعيف من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضى الحديث ضعيف لكن استحب ذلك جمع صحة عن بعض الصحابة سؤل حديفة رضي الله عنه سأله رجل عن غسل الميت فعلمه كيف تغسل فقال الرجل ثم ماذا أفعل؟ قال فإذا فرغت فاغتسل وعن أبي قلابة أيضاً بسند صحيح أنه كان إذا غسل ميتاً اغتسل فالمقصود استحباب الغسل الاغتسال بعد غسل الميت لكن لا يجب ذلك الحديث الذي بعده هو حديث عائشة رضي الله عنها هو الحديث المئة هو اثنان وثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله أما التيمن فهو مأخوذ من اليمين يعني البداءة باليمين والتيمن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين تفاؤلاً وذلك يعني أن أصحاب اليمين محبوبون إلى الله تعالى وهم في الجنة فاكهون ونحو ذلك فأصحاب اليمين أحسن من أصحاب الشمال فاستحب البداءة باليمين عادة في تنعله التنع المعروف فالبدأ بلبس النعال إذا أراد أن يلبسنا عليه بدأ باليمين أراد يلبس عليه صلى الله عليه وسلم مثلاً حتى لو أراد أن يلبس الخفين الشراب يبدأ باليمين أردت تلبس الثوب يبدأ باليمين وسيأتي بعد قليل قاعدة متى تبدأ باليمين وليسار قاعدة يعني يعمل بها الإنسان في شؤونه كلها قال يعني أو شعر رأسه يبدأ باليمين إذا أراد يدهن شعره بدأ باليمين أو يدهن لحيته عليه الصلاة والسلام بدأ باليمين هكذا كان يفعل وطهوره يعني في الوضوء وفي الغسل يقول ابن المنذر أجمع على صحة وضوء من بدأ باليسار وذكرنا سابقا لو واحد مثلا أراد أن يتوضأ فلما وصل عند قدميه وإذا رجله اليسرى أكثر وسخا من رجله اليمنى فبدأ برجله اليسرى وغسلها بعدين رجع لليمنى نقول وضوء صحيح لكن خلفت السنة الترتيب في الوضوء بين أربعة أعضاء الرئيسية واجب سلوا وجوهكم ايديكم من مرافق امسحوا برؤوسكم ورجلكم من الكاوي الترتيب بين هالأربع واجب لكن الترتيب في ذات العضو سنة يعني لو واحد استنشق ثم تمضمض ثم غسل وجهه نقول فعلك وضوءك صحيح لكن السنة أنك تبدأ البداية التي يعني المعروفة بالمضمضة والاستنشاك ثم غسل الوجه قال وفي شأنه كله في شأنه كله يعني في السواك في لبس الثوب في العطية للناس لو واحد شرب ماء أو تطيب بطيب يبدأ باليمين ونحو ذلك يقول الإمام النووي كل ما كان من باب التشريف هذه قاعدة تريحك متى أبدأ باليمين وأبدأ بالشمال يقول كل ما كان من باب التشريف يبدأ فيه باليمين كلبس الثوبي والسراويلي والخفي ودخول المسجد الشيء اللي فيه تشريف ابدأ باليمين واحد بيتطيب مثلا واحد بالطيبة أنت فقلت أخرج دهن عد بالطيبة لا يليق أن يمد لك هيسارة يمد لك يمينة مثلا ويناولك شيئا هذا من باب التشريف لك أنه يمد لك باليمين ما يمد لك باليسارة بيقدم لك مثلا فنجان شاي يمد لك الفنجان باليمين ما يمده باليسار من باب التشريف لك لأن اليسار تستعمل لقضاء يعني لتنظيف أعضائك بعد قضاء حاجتك ونحو ذلك أما اليمين فهي للتشريف فهنا يقول النووي يقول كل شيء من باب التشريف يبدأ فيه باليمين كلبس الثوبي والسراويلي والخفي وأما ما كان فيه نزع تشريف أو نزع تكريم أو نزع زينة فيبدأ باليسار مثل أنت الآن تزينت بلبس حذائك ثم أردت أن تخلع الحذاء أنت الآن تنزع عنك زينة اجعل اليمين هي آخر ما ينزع الزينة منها انزع من اليسار ثم اليمين حتى تبقى اليمين متمتعها أكثر من اليسار أردت أنك تدخل للمسجد هذا تشريف ابدأ باليمين أردت أن تلبس ثوبك ابدأ باليمين تلبس القميص تلبس الفنيلة تلبس جاكيت كل ما كان فيه تشريف يبدأ فيه باليمين وكل ما كان فيه نزع تشريف يبدأ فيه باليسار طيب في المسجد أيها أفضل اليمين أم اليسار هل يدخل هذا في الموضوع أم لا ذكر العيني لما شرح الحديث في البخاري ذكر عن ابن عمر أنه قال خير المسجد المقام المقام يعني لوراء الإمام مباشرة سواء كنت يمينه ولا يساره أهم شيء أنك تكون وراء الإمام قال ثم مياه من المسجد ثم مياسره لكن لا ينبغي أن يكون أيضا يعني جاء في حديث ضعيف وسط الإمام لكن عليه عمل الأمة الناس اعتادوا أن يكون الإمام في الوسط حتى يسمع الناس صوته من الجانبين فلا يليق أنه يأتي مثلا كلهم صف ثلاثة أربع وراء الإمام بعدين استلموا الصف مثلا الأيمن إلى آخر المسجد وبقي الأيسر فارغا وقال والله ابن عمر يقول مياه من المسجد أفضل نقول نعم أفضل لا يسبق إليها لكن المفترض أن الإمام يكون في الوسط ولا كان الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عن يمينه فيه عن يمينه وفيه عن يساره يعني كلا الصفين يعني كلا الجانبين ممتلئ لكن جئت مبكرا احرص أن تكون في الجانب الأيمن هذا كلام بن عمر وكان أنس رضي الله عنه يصلي في الشق الأيمن من المسجد وكذلك الحسن وبن سيرين ونحوه كلهم كانوا يحرصون على الصلاة في الشق الأيمن جاء بعض الأحاديث في فضل الشق الأيمن من المسجد لكنها غير صحيحة منها إن الله وملائكته يصلون على ميام من الصفوف هذا حديث ضعيف فما في أحاديث نص في فضيلة أنك تقف في اليمين ما في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مدح اليمين عموما كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيام وكذا مدح اليمين عموما أمر حسن لو أن الإنسان وقف على اليمين أما أن أن يكون يعني الكل عن يمين الإمام ويدعو اليسار يترك اليسار لا لأحد هذا لا ينبغي الحديث الذي بعده حديث المئة هو ثلاثة وثلاثون وهو يتكلم عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر وهو بالزوراء زوراء السوق الحي اللي فيه السوق اسمه الزوراء فقام من كان قريب الداري إلى أهله يعني هو عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه في السوق وصل وقت صلاة العصر الناس طيب يتوضأون اللي بيته قريب قام إلى أهله أهله عندهما بيته وضأ قام من كان قريب الداري إلى أهله وبقي قوم القوم هؤلاء بيتوضوا فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه هل نقول الوضوء بالفتح أم الوضوء بالضم بالفتح ليش لأن الماء يعني التمس الماء الذي يتوضأون به الناس لبيوتهم بعيدة لو ذهبوا لبيوتهم فتتهم الصلاة فهم يقولون يا جماعة ما فيه ماء دوروا ما وجدوا ماء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه وضوء فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء إناء مصنوع من حجارة فيه ماء فوضع وضع على الأرض فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأراد أن يبسط يده فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه المخضب صغر ما قدر يبسط الكف فضم أصابعه فجعل أصابعه فيه وأمر الناس أن يتوضأوا منه فقال قوموا فتوضأوا قال فرأيت الماء ينبع أو ينبع أو ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ القوم كلهم عن آخرهم فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثلاثين هذا من معجزات عليه الصلاة والسلام وضاق الوقت عن إكماله لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل ذلك في الدرس القادم أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وإجعلنا وإياكم باركين أينما كنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين